السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة على قناتكم بحبك يا بلادي وأخيرا وبعد فترة طويلة من الانتظار أصبحنا بشكل رسمي أمام أول استحقاق رسمي لأحد المنتخبات السورية الوطنية موعدنا كمان بالمناسبة مع أول تجربة وأول مباراة رسمية لأحد المدربين الهولنديين الجدد وهو المدرب الهولندي فيلكو فان بورن وبشكل الرسمي غدا أولى مباريات منتخب سوريا للنشئين تحت قيادة هذا المدرب الذي نأمل فيه الخير المباراة بإذن الله هتكون في الجزائر هتكون في وهران تجربة قوية جدا هيمر بيها منتخب سوريا للنشئين وأنا كل ثقة بصراحة في اللاعبين وكل ثقة في المدرب رغم أني يعني في بعض من الأمور أنا شايفها مش مستقرة تغيير الأجهزة الفنية والإدارية لمنتخب سوريا للنشئين أنا شايفه مش أمر صحي ولكن نحن الآن أمام أمر واقع بالمناسبة منتخب سوريا للنشئين وصل والحمد لله أمس إلى الأراضي الجزائرية الكابتن ياسر مصطفى كان له تصريحات كابتن ياسر مصطفى هو مدرب منتخب سوريا نقدر نجل المدرب المساعد لفيلكو فنبورين وصرح وقال فترة الاستعداد للبطولة كانت قصيرة واستغرقت 18 يوم فقط المشاركة تأتي لإثبات حضور المنتخب السوري في البطولات العربية مرة أخرى ولإعداد اللاعبين للتصفيات الأسيوية المقبلة في الأردن وسنجاري جميع المنتخبات لكي نتطور فنيا ونحقق منها استفادة كبيرة وأنا بختلف مع الكابتن بصراحة منتخب سوري الناشئين لعب بطولة غرب أسيا وقدم أداءات مرعبة واللي فاكر منكم تلك الأداءات يعني استطعنا إن احنا نفوز على لبنان 1-0 وفوزنا على فلسطين 2-1 فوزنا على الكويت 5-0 آه طبعا هزمنا للأسف في آخر البطولة على يد المنتخب الأردني بهدفين مقابل هدف ولكن قدمنا أداءات رائعة واستكشفنا أسماء رائعة في منتخب سوري الناشئين بالمناسبة منتخب سوريا للناشئين بعد 3 سنوات من الآن أو 4 سنوات من الآن هيكون منتخب سوريا الأولمبي والأول احنا ما بنتكلمش عن رفاهية أو هنتابع مجرد أشبال أو أطفال لا احنا بنتكلم عن منتخب سوريا الأول أيضا وقبل ما أكلمكم عن المباراة مباراة منتخب سوريا ولبنان واللي بالمناسبة هتكون بكرة بإذن الله إن شاء الله الساعة الثامنة مساء الساعة السابعة بتوقيت مصر بإذن الله إن شاء الله فيلكو فانبورن أو مارك فوتا مدربين منتخب سوريا أو منتخبات سوريا تحت المنتخب السوري الأول عندهم فلسفة وعندهم أمور معينة يمكن إلى الآن أنا ما زلت بقرأ فيها وبدرس فيها يعني مثلا من ضمن الأمور الغريبة إن مارك فوتا وبعد استلامه تدريب منتخب سكوتلندا للشباب وللنشئين تحت سن 18 سنة وبعد بحث واستفادة وتدقيق توصل لأمر غريب شوي توصل لإن كرة القدم السكوتلندية لن تتطور والسبب هو إن لعيبي اسكوتلندا اللي هم الشباب والنشئين بيشربوا خمور يعني إيه علاقة كرة القدم بالخمور هو دي شغلة مارك فوتا وشغلة فان بورن اللي هو بالمناسبة إلى الآن ما عملهاش هما لسه موقعين من حوالي 3 أو 4 أيام لسه الشغل هيبدأ يعني اعتبروا بكرة هي فرصة لاستكشاف إمكانيات اللعبين ومين عارف يمكن نرجع باللقب يعني تحديدا وإن البطولة مش سهلة يعني إحنا بنتكلم على 16 منتخب الإمارات وتونس والجزائر والسعودية والسودان والعراق وعمان وفلسطين وجزر القمر واللبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن وطبعا وسوريا يعني 16 منتخب هيفرموا بعض في تلك البطولة أيضا أضاف مدرب منتخب سوريا أو مساعد مدرب منتخب سوريا الكابتن ياسر مصطفى وقال أن الاتحاد السوري وضع آلية لتطوير اللعبين الشباب باستقدام جهاز فني هولندي لبناء جيل جديد يحقق لنا أفضل الإنجازات وهذا الجيل سيكون نواه لبناء جيل متميز ونأمل أن يحدث هذا الأمر بالمناسبة منتخب سوريا للناشئين تحت سن 17 سنة من المنتخبات اللي قدمت أداءات متميزة على مر التاريخ يعني عام 2011 وفي بطولة كأس العرب لعام 2011 استطاع منتخب سوريا أنه هو يحصل على لقب الوصيف يعني المركز الثاني والمركز الأول طبعا حققه حسب ما أنا أتذكر منتخب السعودي هل يطرى بعد مرور 11 سنة ممكن منتخب سوريا للناشئين يعود ويحقق حتى لقب الوصيف طبعا أنا طماع يعني أنا من الناس الطماعين أنا أتمنى منتخب سوريا يحصل على اللقب الأول ولكن الأمر مش سهل الأمر مش سهل على أي حال غدا إن شاء الله مباراة منتخب سوريا مع منتخب لبنان مباراة تكون الساعة 8 زي ما قلت لكم منتخب سوريا هيلعب باللبس الأحمر الكامل منتخب لبنان على الأغلب هيلبس لبس الأبيض بالكامل بإذن الله إن شاء الله لكن طبعا منتخب سوريا هيلبس اللبس الأبيض الكامل أمام منتخب مصر مجموعة منتخب سوريا مجموعة مرعبة اللي متابع منكم بنتكلم عن منتخب مصر منتخب السعودية منتخب سوريا منتخب لبنان طبعا أنا بضحك لما بتكلم عن مصر لإني المباراة الأخيرة هتكون ما بين سوريا ومصر أو مصر وسوريا أو تعالوا أقول لكم هي مصر وسوريا ولا سوريا ومصر عشان يبقى أنا برا الموضوع يعني عشان يبقى انا لما بنقليكم الامر يكون بشكل دقيق يعني اخر مباراة تكون مصر وسوريا وطبعا ده لان مصر ترتيب افضل يعني من حيث الترتيب والمستويات في الترتيب على قارة اسيا افضل يعني انا يعني اكلمتكم قبل كده قلتلكم ان انا بالنسبة لي الامور بسيطة يعني انا هشجع منتخب مصر بصراحة لكن لو منتخب سوريا فاز انا ما عنديش اي ادنى مشكلة كل التوفيق لمنتخب سوريا اتمنى ان انتوا تدعموا منتخب سوريا واتبعوا مبارياته غدا ان شاء الله امام منتخب لبنان الساعة 8 على ملعب مستغانم في مدينة وهرون قبل ما اختم معاكم امبارح حملت حلقة وتكلمت فيها ورديت فيها بمعنى ادق يعني على احدى فيديوهات الدكتور داني شرف على قناة دراما سبورت العزيزة والقريبة الى القلب وتكلمت وقلت وجهة نظر مختلفة ناس كتيرة جدا بعتتلي سواء على الخاص او بعتتلي في التعليقات وبتقول لي يعني طبعا يعني تعليقات نحترمها ونقدرها ولكنها بالنسبة لي مضحكة يعني انا بضحك وانا بقرأ التعليقات ناس كتير بتقول لي قناة دراما سبورت خط احمر دكتور داني خط احمر رماعة يعني هونوا على انفسكم نحن امس لم ننتقد الدكتور داني لم ننتقده كشخص نحن قدمنا اطروحة او وجهة نظر مختلفة يعني قلنا ان الدكتور داني قال كذا ونحن قلنا كذا وكذا وكذا الامور ليست شخصية اولا ثانيا نحن نحترم قناة الدكتور داني قناة دراما سبورت يمكن اكتر من انتو تحترموها لان يعني احنا صنع محتوى ونقدر المحتوى الجيد ونحترم المحتوى المتعوب عليه وطبعا الدكتور داني خير من يقدم المحتوى الجيد نحن نناقش فكرة برضو ناس كتير بعثتلي امبارح قالتلي ان انت في الحلقة بتاعت امبارح اللي انا بقدم فيها وجهة نظري اني قالولي اني يا للعجب يعني ان الاخبار اللي انت قدمتها في الحلقة دي كاذبة اخبار ايه اخبار مين احنا بنتكلم عن وجهة نظر وبنرد عليها بوجهة نظر اين الاخبار في الموضوع يمكن التعليقات دي بتكرر كتير وانا برد عليها طبعا في مكانها في مكان التعليقات تحت كل فيديو يعني لكن برضو انا يعني يا جماعة هونوا على انفسكم نحن نتحدث عن كرة قدم لا نتحدث عن امور مقدسة لا نتحدث عن دين لا نتحدث عن قرآن طبعا يعني احنا بتكلم عن كرة كرة معناها اخذ ورد كرة معناها وجهة نظر مختلفة كرة قدم معناها قول اللي انت عايزه يعني اسرح بخيالك قدر المستطاع وتوقع احنا محدش كان يتوقع ابدا ان احنا نلعب مباراة مع منتخب تونس عملت انا حلقة من حوالي عشر شهور وقلت انا نفسي في مباراة مع منتخب تونس وحصلت ولعبنا مع منتخب تونس واكتسحنا منتخب تونس نفس الامر برضو من حوالي سنتين قلت يا تارا لو منتخب مصر بيلعب مع منتخب سوريا انا هشجع مين ودي حصل الامور بسيطة والدنيا بسيطة خالص وافتكروا دايما ان احنا بنتكلم عن ايه عن كرة قدم احنا يعني الامور وكرة القدم كانت زمان متعتها ان احنا نشوف المطشاط وخلاص اهليكم يعني اباكم واجداتكم والناس الكبيرة في السن اللي بتتبعني واللي انا بوجه لها كل تحية وتقديري يعني كرة القدم كانت زماني يتفرجوا على المطشاط ويا سلام بقى لو يعني حاجة فظيعة لو شافوا اعادة الاهداف دي كده حاجة جميلة ابتداء من التمانينات والتسعينات بدأ يكون عندنا حاجة اسمها ستوديو تحليل ناس تقعد تتكلم قبل المطش كده لمدة ساعة وبعد المطش لمدة ساعة في عالم السوشال ميديا وعالم الانترنت الان كرة القدم متعة مختلف انت تحلي ديني بقيت بتأت تحلل وتراقب وتمنطق وتتوقع وتتخيل وتأمل كل ده موجود في كرة القدم الان تحياتي لكم واشكركم جدا على حسن المتابعة ومنتظر رأيكم تحت سواء في حلقة مبارحة او حلقة النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته